موسيقى أحبائي منواصل دراستنا من جبل التطويبات أمام كنيسة التطويبات الجميلة هذا الجبل الجميل الرائع عند بحيرة طبرية المكان اللي علم فيه المسيح أعظم وأجمل التعليم وأعطى واحدة من أقوى المواعز اللي منسميها العزة على الجبل في هذه الحلقة رح أتكلم عن من هو سيدك يقول الكتاب المقدس طبعا كلام يسوع المسيح لا يقدر أحد أن يخدم سيدين لأنه إما أن يبغد الواحد ويحب الآخر أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر لا تقدرون أن تخدموا الله والمال واو هاي جملة قوية جدا جدا فإذا السؤال من هو سيدك؟ وبتستغرب أن المقارنة إما الله أو المال اختاروا لأنفسكم من تعبدون إن كان آلهة أي آلهة أخرى فاعبدوها قال يشوع أما أنا وبيتي فنعبد الرب قال موسى في القديم قد جعلت قدامك الحياة والموت البركة واللعنة فاختر الحياة لكي تحي أنت ونسلك من بعدك فإذا من هو سيدك؟ من تخدم في هذه الحياة؟ وهاي هي الديانتين على فكرة اللي فقط أمام الله إما أنت بتتبع يسوع المسيح أو بتتبع المال والمال فيك تفوت في الديانات في السياسيات في الاجتماعيات في المجتمعات في كل ما يتعلق لأنه المال السيد اللي عم بسود في هذا العالم هي مشكلة الغني أولا وهي مشكلة الفقير أيضا لا يقدر أحد أن يخدم سيدين إما أن تحب أو تبغض لا يوجد حل ثالث المال طبعا واحد من الكلمات مامون اللي هي في الكلمة الأصلية وتتكلم يعني صارت إلى درجة العبادة لما بقول أهربوا من عبادة الأوثان صار بمثابة كأنه وثن أو إله في منطقة كنعان لكن هم بيتكلم عن مش بس المال عن جميع الممتلكات كل إشي أنت بتكنزو لحياتك وبتحط ثقتك فيه العبادة عبادة الرب أم الثروة أين اهتمامك الأكبر وكيف تقضي الوقت الأفضل السيد هو مركز اهتمامك طبعا إذا أنت بيكون إليك سيد لازم تظهر محبة لهذا السيد بكل صرور فالسيد لاحظ في أيام المسيح كان يملك العبد يعني مش مجرد واحد بيشتغل عند السيد ولا مجرد رئيس عمل أو رئيس على مجموعة من العمال حقيقة أنه العبد هو شيء يعني مش شخص في أيام المسيح فبيتكلم أن السيد كان بيملك العبد فمن يملك حياتك ومن الذي يسود على حياتك السيد هو مركز اهتمامك أم العالم هو مركز اهتمامك